شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وعنونت تسريب أسئلة السانكيام والمتهم الفيسبوك وحسب ما أوردتها صحيفة فإن اختبارات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية مرت بردا وسلاما على المترشيحين لسهولة المواضيع التي وردت من دون أخطاء إلا أن المفاجأة هذه سنة تمثلت في إقدام أشخاص مجهولية الهوية على نشر الأسئلة مرفقة بالأجوبة على مواقع تواصل الاجتماعي دقائق من انطلاق الاختبار وهو ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيقات لفتح المتورطين فيما تبقى أصابع الاتهام موجهة إلى الأستذى الحراس صحيفة الخبر تناولت الإضراب الذي شنه عمال المالية أمس وأكدت أن معدل بيع القسمات السيارات تراجع بأربعة أضعاف مع أول يوم من إضراب ثلاثة أيام ما يتسبب حسب ما نقلته الخبر عن ممثل النقابة في ارتفاع كلفته المالية عن معدل ملياري سنتيم يوميا كمتأخرات في تحصيل عائدات قسمات السيارات وبيع مختلف أنواع الطوابع الجبائية وبزيادة تصل إلى ثلاثة مليار سنتيم كمعدل غرامة إجمالية سيدفعها الزبائن كعقوبات عن عدم اقتنائهم القسمات في وقتها المحدد في حال عدم إقدام مصالح ذرائب على تمديد فترة بيع القسمات إلى ما بعد نهاية ماي الجري من جهة النقابة حدث رئيس النقابة للخبر عن مصير الإضراب بالقول إنه مرهون بمدى استجابة وزارة المالية للمطالب المرفوعة ولم يستبعد المتحدث الدخول في إضراب مفتوح بالنظر إلى حالة الغليان المسجلة في القطع احذروا المصابح الاقتصادية تهدد الجزائريين بأمراض خطيرة عنوان تصدر الصفحات الأولى ليومية الفجر التي نقلت تصريح المكلف بالإعلام لدى الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده السمير القصوري الذي كشف فيها أن المصابح الاقتصادية وبالرغم من توفيرها للمال إلا أنها تسبب الكثير من الأضرار الصحية على المستهلك بسبب المواد الموجودة والمصنوعة منها حيث يتسبب إذا تم استنشاق غازها بشكل متواصل سرطان الرئة إضافة إلى احتوائها على الزئبق الذي يعتبر خطيرا على الجسم وخاصة الفتيات والحوامل نهيك عن مساوء استخدامها لما تحتويه من غازات سامة في وقت تصر الشركات المصنعة على استخفال المستهلك بعدم إظهار بعض المعلومات المتعلقة بقواعد الصحة العامة على العلبة الخاصة بها لسواغ درجغي نقل تصريح وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي الذي أوضح فيها أن الجزائر محصنة ضد التدخلات الخارجية والإفترابات على الرغم من وجود محاولات في هذا السياق وهو غير متخوف على الجزائر لكنه نبه وحذر في نفس الوقت من أثار ما جرى ويجري في المنطقة العربية منذ خمس سنوات سيستمر على بلادنا التي لا يمكنها أن تعزل نفسها عما يجري حولها تصريحة المبعوث الأممي والعربي سابقا إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي جاءت خلال ندوة نشطها أمس الأحد بمجلس الأمة نختم جولتنا عبر صحف الوطنية بيومية البلاد التي نقلت تصريح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات عزدين حلاسة والذي كشف فيه أن مصالحه تلقت مؤخرا تعليمات رسمية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفيد بموافقتها على فتح مسابقات مهنية داخلية تخص العمال المتعاقدين بالقطاع إضافة إلى فتح الترقيات الداخلية يشرع في تطبيقها بداية من شهر سبتمبر المقبل في المقابل كشفت البلاد عن دخول عمال البلديات في إذراب وطني ابتداء من اليوم ردا على تجاهل الوصاية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية والتي تتمثل أساسا في إعادة النظر في بنود القانون الأساسي وتوقيف كل أنواع تهديدات والمذايقات التي يتعرض لها العمال مع إعادة النظر في سلم الأجور ننتقل إلى الصحافة الدولية والتي نستهلها بالحياة التي عنونت رئيس البرازيل يعيد وزارة الثقافة بعد احتجاج فنانين حيث نقلت الحياة تصريح مسؤول حكومي برازيلي والذي قال فيها أن الرئيس المؤقت ميشيل تامر سيعيد وزارة الثقافة اليوم الأثنين وذلك بعد إبداء بعض كبار الفنانين البرازيليين غضبهم من سياسته لدمجها في وزارة التعليم لتوفير النفقات قرار إلغاء وزارة الثقافة كان جزءا من حملة تامر لمعالجة العجز المالي الحكومي القياسي في البرازيل من خلال تقليص عدد الوزارات من 23 إلى 10 وزارات وكان أحد أول الإجراءات التي أعلنها لدى توليه السلطة في 12 شهر ماي الجاري نختم جولتنا عبر صحف الوطنية والدولية بالعربية الجديد التي تطرقت في عددها الصدر اليوم إلى الحملة التي أطلقها الناشطون ومغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان مش نسينكم لدعم أسر المعتقلين المعتقلين خلال شهر رمضان المقبل الحملة التي لقت استجابة واسعة في الأوسط الشبابية تم إطلاقها في 18 ماي وستستمر حتى نهاية الشهر لتجميع مساعدات عينية لأسر المعتقلين قال مطلقوة الحملة للعربية الجديدة إن مساعدة ألاف المعتقلين على مستوى الجمهورية خاصة غير القادرين منهم حق على الجميع لافتين إلى ضرورة توفير أساسية الحياة لأهلهم وتخفيف أضغوط الحياتية عنهم